لأنه المتهم هو سيد نفسه نحن نتحدث عن سبعة وزراء وثلاثة متعاملنا اقتصاديين هل طلب محامي دفاع واحد بالتأجيل يؤدي لا يطالب بالتأجيل بخصوص موكله فقط ولا يملك حق الحديث عن باقي المتهمين كل متهم محاميه يتحدث نيابة عنه إذا من سحب محامي ورفض أي متهم أن يحاكم دون حضور محاميه تخلق مشكلة على الأقل لو كان محامي واحد لأن المتهمين من هذا الطراز بهذه التهم يجعل من حضور المحامي مهم جدا خاصة بالنسبة لأثار هذه المحاكمة للخارج يعني لابد أن نبرز ليس شكلا ولكن حقيقة أن كل متهم استفاد من حقه في الدفاع وتم الدفاع عنه كما يجب قبل إستار أي حكم طبعا أكيد لمن التحق بين الرحلة لا بأس أن أذكر بهذه المشاهد التي تتابعونها عبر قناة النهار والتي تأتيكم من محكمة سيد محمد من قاعة رقم خمسة إذن تنطلق بمحكمة سيد محمد كما أشرنا بالعاصمة محاكمة كبار رموز الفساد من النظام السابق من وزراء ورجال أعمال وهذا بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد وهذا بالقاعة رقم خمسة بمحكمة سيد محمد كما تتابعون في هذا النقل يأتي طبعا هذا بعد أن قررت محكمة أو محكمة سيد محمد تأجيل محاكمة يوم الاثنين الماضي بطلب من هيئة دفاع المتهمين وكانت البداية بملف تركيب السيارات في الجزائر وهذا هو ملف المحاكمة اليوم والذي شمل كل من المتعاملين الاقتصاديين وهو امتباعا محمد بيري معزوز أحمد العرضوي حسان الذين وجهت لهم تهمون تتعلق أساسا بالحصول على مزايا غير مستحقة وتعارض المصالح الرشوة في مجال إبرامي السفقات وتبديد أموال عمومية وإلى جانب رجال الأعمال تتواجد العديد من أسماء الثقيلة والتي تقلدت لمدة طويلة مسؤوليات كبيرة في ظل نظام السابق ويتعلق الأمر كما نراحت في الصورة بالوزير الأول السابق أحمد أيحيا والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وكذلك وزير الصناعة السابق بدا محجوب ووزير صناعة الأسبق الفاري من العدالة عبد السلام بوشوارب ووزير صناعة الأسبق يوسف يوسفي ووزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق عبد الغني زعلان وكذلك وزيرة السياحة وصناعات التقليدية السابقة نوريا يمينة زرهوني وجهت لهم جميعا تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وكذلك تعارض المصالح وسوء استغلال الوظيفة وتبديد الأموال العمومية والرشوة في مجال إبرامي السفقات العمومية وكذلك التصريح الكاذب وللتذكير فإن فرقة البحث والتحرر للدرك الوطني بالعاصمة قد باشرت في شهر مايا الماضي إجراءات التحقيق مع العديد من كبار المسؤولين في النظام السابق ووجهت لهم العديد من التهم في عدة قضايا فساد وذكرناها منذ قليل وتم على إثرها وبعدها التحقيق معهم بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيد محمد ليتم إداع جل رموز النظام السابق من وزراء ورجال أعمال تحصلوا حسب التحقيقات الأولية من عدة مزايا في مجالاتهم مكنتهم من مضاعفة أرقام أعمالهم إلى عشرات المرات في ظرف وجيز وذلك بالحصول على عدة مشاريع بغير وجه حق أو بالتراضي حسب ما أفرزته التحقيقات الأولية لفرقة البحث والتحر دائما قبل أن يتم تحويل قرار الإحالة وبرمجت أول جلسة للمحاكمة يوم الاثنين الماضي ليتم تقديم طلب من هيئة دفاع المتهمين بتأجيل الجلسة لعدم توفر الظروف العادلة لبداية جلسة المحاكمة إذن نواصل دائما نقاشنا هنا كذلك ويرافقني المستشار القانوني لقناة النهار سيد عبد الحفيد كرتل إذن سيد عبد الحفيد كرتل نواصل دائما نقاشنا وهذه الصور التي ترافقنا هذه اللحظة في بث حي ومباشر وتغطية خاصة بهذا الحدث أشرت منذ قليل إلى أهمية هذه المشاهد وهذه القضية ليس فقط على الصعيد الوطني حتى على الصعيد الدولي طبعا لأننا نسوق لصورة القضاء الجزائري في الخارج لابد من التسويق أنت الآن لا تعيشنا بمنعزل ما كيش عيش وحدك بمنأة عن كل هذا العالم خاصة أن الأمر يتعلق بمحاكمة فيها كثير من رموز النظام السابق من وزراء ومن طبعا رجال أعمال لابد أن يقتنع كل العالم بأن في الجزائري قضاء طبعا حقق مع هلال أشخاص حقيقة تم حبسهم النتيجة أن التهم خطيرة جدا ولا تحتمل أن يكون الشخص خارج أسوار السجن لذلك وجب الآن ونحن في آخر فصول هذه القضية لأنه راح تكون فيما بعد ربما على مستوى المجلس القضائي والمحكمة العلية ولكن وجب إظهار للعالم عن حقيقة وليس شكلا فقط بأن لكل متهم الحق في دفاع محترم طبعا قلت قبل قليل بأن هذه قناعات شخصية طبعا لكل دفاع ولكن كل محامي أخذ على عاتقه أن يدفع عن هؤلاء المسؤولين أن يقوم بمسؤوليته لأنه الآن كل العالم يتابع هذه المحاكمة هذا مجلس قلت أنه كل العالم يتابع هذه المحاكمة حتى بالنسبة لإعلام العربي والأجنبي لكن لحظه ربما كان شيء مهم أيضا نقوله أيضا ربما لم يتسرب كثيرا ولكن أنه فيه أن الوزير بدأ عنده تهمة إضافية وهي تصريح كذب الممتلكات بخصوص قلناها سابقا بخصوص شقة ذات 41 متر مربع في العاصمة لم يتم التصريح بها لسبب أول آخر هذا سيضاف إلى التهمة الموجهة تصريح كذب طبعا إضافة إلى عدم التصريح ببعض الحسابات البنكية ثم أيضا هناك الوزير السابق للنقل ومدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق زعلين أيضا عنده تهمة إضافية تتعلق بالتمويل الغير الشرعي للحملة الانتخابية هذه التهم التي تلاحق هذين الوزيرين غير معنى بها بقي المتهمين يعني كل الوزير عنده تهمة إضافية من هذه التهم طبعا الآن وجب التذكير أيضا بأن العقوبة المنتظرة هي من طبقا للرصوص القانون قانون الفساد هي من سنتين إلى عشر سنوات ويمكن تجديد العقوبة عندما تجمع كل التهم كيف يتم التعامل كل التهم على حد طبعا أقصى عقوبة هي عشر سنوات ويمكن أن تشدد بالنسبة للمسؤولين إلى عشرين سنة أغلب الظن في حالة الإدانة نظن بأن العقوبة ستكون عقوبة 15 سنة مثلا هذا حسب خبرتي ممكن توصل إلى 15 سنة بخصوص المسؤولين وممكن إلى عشر سنوات بخصوص باقي رجال الأعمال أو أصحاب مصانع تركيب السيارات هذا طبقا طبعا للقانون الفساد وشوية خبرة نقول لك بأن الأمر إذا فيه إدانة الأمر سيكون بهذا الشكل يعني من 15 إلى عشر سنوات وهذا أيضا الأمر يذكرنا بعقوبة المحكمة العسكرية التي دانت باقي المتهمة بـ 15 سنة يعني الآن نحن لن نكون أمام عقوبة الإعدام ولن نكون أمام عقوبة عشرين سنة ولكن أغلب الظن في حالة الإدانة تكون 15 سنة وعشر سنوات أنت فيما سبق تحدث يعني بمجرد إلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين وكذلك عجل الأعمال تحدثت وقلت بأن لا يهم تقريبا هذه المدة الزمنية أو الحكم لكن بد أن نهتم كذلك بهذه الأموال استرجاع وآلية استرجاع نقول في بداية الأمر بأن نسترجع الأموال شيء صعب جدا لكنه مهم وأهم من أنه نضع هؤلاء إذا استطعنا أن نسترجع الأموال في الداخل هذا أيضا مؤشر جيد في الداخل فقط هل هناك آلية تنص على إمكانيات الحجز مثلا هل الحجز كذلك سيكون ضمن؟ طبعا لا تصرش إلى درجة أنه سنحجزوا المبلغ كله يعني كل المبلغ يعني لا يجب أن نغلطوا الناس ونقولوا مبلغ من هو بنصوروا الناس هذو باللي الناس هذو سرقوا الخزينة ودوا مال ودوا قروض ودوا امتيازات حانت تصدحها الصورة لما أعطيك قرض وامتياز خلاص أعطيتك كل شيء أعطيتك الحياة كلها القرض والامتياز يعني أنت ما عندك ولا شيء تصبح من يومك صاحب ألاف المليار إذن الآن هل راح ميدفعوا في القروض طيلة هذه السنوات أم لا يعني القروض هذه مهيش وليدة سنة عندهم سنوات ميدة وقروض هل راح ميدفعوا في القروض هذه أم لا حسب علمي هناك من من ترتب على عاتقه حوالي الفين مليار مثلاً وهناك من أكثر الآن هل راح ميدفعوا لأنه كانوا المصانع تشتغل السيارات كانت مطلوبة والمستهلك كان ما يوجد سيارة لأنه كانت تلعب واحد أخر أيضاً في المصانع هذه كانت سيارات لما تجي للمصنع كانوا يتهربوا من الضرائب مثلاً كانوا ما يبيعوهاش في المصنع يبيعوها للشخص واحد والشخص هذا يبيعها في السوق السوداء بسعر إضافي يزيد في كل سيارة سعر ويربح أيضاً ربما كما المصنع وهذا الشيء خارج رقابة إدارة الضرائب لما شخص طبيعي طبيعي والثنين والثلاث أشخاص من المصنع مباشرة تروح أنت تشري القانون يحثب منك تبيعوه تروح أنت تشري ما يبيعوه يقولك تروح أنت تشري ما عنده هذا سيارة 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 يبيع ٢٠ مليون مثلاً يبيحك ٢٢٠ مليون في كل سيارة يبيع ٢٠ مليون لماذا؟ بمعنى هذه ٢٠ مليون زائدة خارجة على رقابة الضرائب يعني سيارة فعلياً تبيعت ٢٠ مليون يعني كاين كتير من التلعبات ودخلوا في علاقة في تعاملات بل كانوا محتاجينها أصلاً كانوا قادرين يخدموا بطريقة قانونية وكان الفايدة كان كلش المستخل الجزائري يحتاج سيارة لو كان مشوا بالطرق القانونية لم يصلوا لهذه الحلقة يعني أيضاً كانت مناسبة لكم حكينا أيضاً على مصنع أخرى بتاع السيارات اللي فيها الدولة شريك وتشوف أيضاً كيفاش تم إمضاء دفتر الشروط هذه السيارات خاصة بعض المركات الفرنسية تفتر الشروط يقول بالله الدولة شريك ولكن هذا المصنع تتعاهد الدولة بتشريع عليه السيارات قبل ما يخدم قبل ما يلإنتج دون معرفة طبيعة الإنتاج تضملوا بتشريع عليه كل شيء يعني كثير من الأمور لأيضاً لأنه فيها الدولة لم تتب متابعة هذا الملف لأن الدولة طرف لو كان الطرف هو شخص كما هؤلاء أشخاص يكرره أيضاً تم جرؤ إلى السجن ولكن خطير جداً أن تدخل الدولة في شراكة في مؤسسة أو مصنع بهذا الشكل وبهذه الشروط لأنه إذا افتحتوها هذه الشروط وتحدثوا عليها لنتقل أهمية عن الشروط التي جرت هؤلاء الأشخاص للمحاكمة هل يجب اليوم أن نعيد النظر في وضع قوانين محددة لعلاقة رجل الأعمال بالسياسي وبين قوصين يعني الدخل في لا 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 القوانين الموجودة القوانين الموجودة المشكلة أنه لا بد من الرقابة والرقابة الرقابة الآنية يعني هل بدون يكون لدينا هيئة خاصة بمراقبة هكذا علاقات درنا هيئات درنا دوال مكونفariat الفساد ودرنا ديوان آخر ودرنا دواوين ونكثروه في الهيئة هذه وفسد يزيد نحن نكثروه في الهيئات فسد يزيد إذن المشكلة ليست مشكلة لها هيئات مشكلة لجب أن تكون إرادة من الرئيس المقبل لابد أن لا يتسامح في أي دينار ملك للخزينة العمومية دينار ملك للخزينة العمومية لابد أن لا يتسامح في أي قضية فساد تمر أمامنا لابد أن يأمر بإعادة كل التشريعات المتعلقة بالفساد بحيث تصبح مرعبة لكل من يريد أن يصبح مسؤولا لابد أن يخاف أن يتقدم إلى الوظيفة لأن يعرف إذا أخطأ سيدفع الثامنة غاليا ماشي إذا أخطأ ودي ألف مليار يجوز ثلثة سنوات سجن ويجي خارج ومن بعد ألف مليار ديك وحد ما يتبعوا عليها ما يحوسوش عليها لأنه أنا ما شفت ولا ميلة فتاع الفساد أنا أحضرت كثير من مليفات على الفساد ولكن عمري ما شفت في مليف تم استرداد ألف دينار نجيب العقوبة وندلوا الاستيناف وأين تذهب؟ ونذهب إلى المحكمة العليا لا أحد لم أحد خلاص قضية القضية الشهيرة تعال الشخص لإخذ أموال وقالوا شلث بها أكل للنحل والأكل يكون راح كلها النحل والنحل وراح قل مطار انتهت هذه القصة نجيبوا أحكام قضائية وهي الأموال نجيبوا الناس نشارعوا لهم يسيدي نشارعوا لهم والله يموتوا والله يمرضوا ولا من يشعرفنا هذا الأمر هذا ما يهم الجزائري ما يهموش الجزائري هذا الأمر الجزائري يهمو ترجع أمواله اللي ممكن تنفعوا ممكن دلوا بها مستشفى ممكن دلوا بها مدارس ممكن دلوا بها جماعات ممكن دلوا بها كثير من الأمور ولكن المحاكمات هي في الحقيقة عنوين للحقيقة المحاكمات هي عنوين للحقيقة وليست الحقيقة بمعنى أننا نحاكم الناس هذا يسجل التاريخ بأننا حاكمنا هذا الناس كما سجل تاريخ كثير من الأحداث في تاريخ الجزائر الحديثة سياسيين وقضائيين وأربما اقتصاديين ورياضين وكل شيء ولكن الأهم في كل هذا هل كان لجنة مشكلة من أعلى مستوى؟ لأنه الآن علش مهم يكون عندنا رئيس؟ ما يتابع الأمور هذه؟ ما كل يتابع الآن؟ لازم تكون جهات معينة تابع مهمتها هي فقط حاصر الأموال ومهمتها فقط الآن لأنه بعدما انتهى قادي التحقيق من العملتها وعين إداريين لأنه واحد ما رح يتابع الأموال لأنه حتى الحكم في الأحكام القضائية لتلزم إنسان يرجع أموال لازم خبراء كبار ولازم الأمر يستمر سنوات لأن الثغرة كبيرة جدا وفيما بعد مختش رح نتابعه باش نجيبه الأموال هذه مشكلة للجزائر نفتحهم محاكمات ولكن لا نتابع وما عندناش آليات باش نسترجعوا بها الأموال يا سيدي أنا قلت سابقا ربما كان بعض الشخص معجبه مش قلت أنا مستعد نتفاوض مع الناس هذا في سجونهم قال مستعدين ترجعوا؟ نعم مستعدين ترجعوا؟ طريقة سريعة وطريقة فعالة وطريقة ما فيهاش ما فيهاش لفوا ودوران طبعا مهم جدا نجد آليات باش ترجعوا الأموال لأنه ماشي سهل ندير المحاكمة وفي الأخير نلقاب لمكسبنا ولا شيء فهل أستاذ كورتول إذن نوصل دائما هذا النقاش معك لكن نذكر لمن التحق بنا اللحظة بهذه المشاهد التي تصلنا ووصلتنا من داخل قاعة القاعة رقم 5 بمحكمة سيد محمد لمن التحق بنا اللحظة كذلك نذكركم بأن الحدث هو هذه المحاكمة المتعلقة بكبار رموز الفساد من النظام السابق من وزراء ورجال أعمال وهذا بالقطب الجزائي المتخصصي في قضايا الفساد يأتي هذا بعد أن قررت المحكمة تأجيل محاكمة اليوم الاثنين الماضي بطلب من هيئة دفاع المتهمين وكانت البداية بملف تركيب السيارات في الجزائر والذي شمل كل من المتعاملين الاقتصاديين وهم تباعا محمد بايري مع زوز أحمد والعربوي حسان الذين وجهت لهم توهمون تتعلق أساسا بالحصول على مزايا غير مستحقة وتعارض المصالح وكذلك الرشوة في مجال إبرام السفقات وتبديد أموال عمومية وإلى جانب رجال الأعمال تتواجد العديد من الأسماء الثقيلة والتي تقلدت لمدة طويلة مسؤوليات كبيرة في ظل النظام السابق ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول سابق أحمد ويحيا والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الصناعة السابق بدا محجوب ووزير الصناعة الأسبق الفار من العدال عبد السلام بوشوارب ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق عبد الغاني زعلان ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية السابقة نورية يمينة زرهوني إذن نواصل هذا البث وهذا النقاش المباشر للحدث سيد عبد الحفيد كورتل أعود إليك في هذه اللحظة التي نتابع فيها هذه مجريات هذه المحاكمة تلفزيا طبعا تتابعون هذا النقل سيد عبد الحفيد كورتل أنت أدرى بالإجراءات التي تتم في هذه اللحظة كيف تلطب الإجراءات بعد دخول المتهمين جدوس الجميع ماذا يحصل حاليا؟ إذا بدأ استجواب المتهم إذا بدأ عرض التهم من طرف القاضي على أي متهم فإن الأمر طبعا ينذر ببدأ محاكمة مدام الأسئلة والأجوبة لأنه إذا فيه تأجيل لن يكون هناك مجال طبق للإجراءات الجزائية مجال للسؤال والجواب بين القاضي والمتهم يعني التأجيل ممكن فقط القاضي يتأكل من هوية المتهمين ثم بعد ذلك بنظر إلى طلب المحامين المؤشرات الحالية لما تشير؟ المؤشرات الحالية تشير إلى محاكمة طبعا لأنه إذا بدأ استجواب المتهم فإن الأمر يتعلق بمحاكمة كاملة الأركان الآن نسمع نقرأ في جواب للوزير الأول السابق أحمد يحيى في شكل أسئلة وأجوبة لست أدري يقول لما أتيت للوزارة الأولى كان كل المتعاملون ينتجون السيارات هذا من بين ما قالها أحمد ويحيى وهو موضح أسفل الشاشة والقاضي يقول في دورة المجلس الوطن للإستثمار تم مقل اللجنة التقنية للوزارة الأولى هذا سؤاله جواب ويحيى من محكمة سيد محمد كما أشرنا القاضي يعرض التهم على أحمد ويحيى ويحيى يقول متهم بتبديد أموال عمومية وتصريح الكاذب ومنح انتيازات غير مبررة هذه بعض الأجوبة ويحيى يقول المصادقة على قانون 89 متعاملا في تركيب السيارات يضر بالخزينة نواصل سيدة كورتل هذه بين الأسئلة والأجوبة حتى الآن ما الذي يتضح لنا من ناحية القانون إذن بدء المحاكمة أنا أشوف بأنه فيه بدء المحاكمة لأنه ما فيه سؤال واحد في مجموعة أسئلة وليمكنه إطلاقا في حالة تأجي المحاكمة أن يكون هذا النوع من الأسئلة العميقة طبعا والمتعلقة بموضوع المتابعات القضائية وأظن بأن حتى قاضي الجلسة يكون قد حضر الملف تحضيرا كافيا بما يتيح له طرح أسئلة دقيقة وموضوعية طبعا تتعلق بملف المحاكمة للمتهم الأول وفيما بعد لباقي المتهمين فقط المفروض يعني الصور ناقصة نظن بأنها غير متخلفة بعض الشيء لأنه المفروض المتهم يكون واقف أبام المنصة المقابلة للقاضي غير طبعا غير مربوط بالأغلال مقابل للقاضي مجيبا على أسئلته ومحاطا بمحاميه المفروض هذه الإجراءات لأنه هكذا الجلوس تع المتهمين في قافص الاتهام جلوس جماعي أظن الآن حتى بالنسبة لجلوس المتهمين ما همش في قافص الاتهام لأن هذا المكان الموجود في قاعة جلسة هو كراسي مخصص أيضا للمحامين جلس عليها المتهمون على عكس ما كان منتظر يعني لا وجود لقافص الاتهام في هذه القاعة وفي هذه الحالة قانونيا يمكن أخذ هذه الاستثناءات في الحالة نعم ممكن جدا يعني يخج عن التقاليد المعمول بها ممكن المهم أن المتهم حاضر ما هوش جلس في القافص المخصص ولكن في مكان منعزل بعض الشيء داخل قاعة جلسات بجانب المحامين على نفس الكراسي اللي يقعد عليها المحامين سيد كرتل كذلك نحن نقرأ في الهام أجوبة أحمد ويحيا في العادة نتحدث عن أن المحام هو من يجيب على الأسئلة لكن يحق كذلك للمحامين لا المحامين لا يجيب على الأسئلة لأن أسئلة موجهة لشخص متهم متى يتدخل المحامين المحامين يتدخل عندما يتعلق الأمر بتجاوز معين من طرف القاضي أو يتدخل لشرح شيء معين بين الخطورة أو من الأهمية بأنه يستوجب تدخل للمحامي بيشرحه مع ذلك المحامي في الجزائر لا يبلك حق الكلام أثناء الجلسة وليس كما يتصوره البعض أو كما يظن البعض نتيجة أفلام معينة أن المحامي يستطيع الحديث أمام قادي التحقيق أو أمام موكيل الجمهورية أو أنه يستطيع ما عدا ما تعلق بطرح الأسئلة التي ستتحفم بعد المحامين لطرح الأسئلة التي يرونها مفيدة لتوضيح أمور معينة أو لدفع المتهمين للإجابة عليها إذن نأكده مرة أخرى بأن جلوس المتهمين هو جلوس على غير العادة يعني غير موجودين في قافص الاتهام جلسين في الأماكن المخصصة في أول المقاعد المخصصة للمحامين طبعا جلس المحامين جلسين في الجانب الأيسر للقاعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر